بسم الله والصلاة والسلام على أشرف خلق الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن ولاه حقيقة شاكر الأخ الفاضل النائب السابق وعبد الوهاب عبدالطيف العميري على دعوته ووقوفه بجانب أخوانه الشرفاء وكذلك الشكر حقيقة موصول للأخوة في رابطة الدعاء الدعات لتنظيم هذه الندوة طبعا ما يخفي عليكم يا أخوان يعني السبب لهذه الندوة هو ما حصل في اللجنة التشريعية وأعتقد اللي حصل في اللجنة التشريعية هو خيانة وطن قبل أن يكون هو تعدي على الدستور واللائحة فشلون يعني أنت تدمج قانون لشرفاء كان لهم موقف الكل يشهد له في محاربة الفساد مع أشخاص خوانة يمعوا سلاح لإرهاب هذا البلد فحقيقة اللي حصل في اللجنة التشريعية وهذا قلت في أكثر من مكان وفي أكثر من ندوة أن اللي حصل هذي خيانة دمج هؤلاء الشرفاء بهؤلاء الخوانة والوقوف مع الخوانة حتى والله لو أي أقدم قانون لهذا الخوانة ما أسويها وهذا حقيقة اللي شفناها في كل الكويت كلها في كل دوان يندشها الكل حقيقة يعني مو عاجبة اللي حصل ومتعجب حقيقة أيضا من سكوت رئيس مجلس الأمة في هذا الشأن واللي هذا هو دوره أنا هالكلام حقيقة حطيته في بعض النقاط حتى تكون واضحة للجميع أنا اليوم سأعلن اتهاما سياسيا وأدلل عليه ويصدق اتهامي أو ينفيه ما سيقوم به المتهم الكويت كلها تعرفة أنا اتهم في هذا الأمر رئيس مجلس الأمة صاحب مقولة العفو يطلب ولا يفرض هو ورد ترتيب الخطة هذه كلها هو اللي يسعى لإسقاط هذا القانون لأنه يدري أخواننا المحكومين هذين لو كانوا موجودين يشاركون في العمل السياسي هنا أمثال ما لهم دور في الشأن السياسي الكويتي وأقول ما تم في اجتماع اللجنة التشريعية إسفاف وجريمة وضرب بعرض الحائط للدستور واللائحة وإرادة النواب ممثل الأمة التي تجلت في قرار المجلس بإجماع نوابة في جلسة 24 ديسمبر الماضي باستعجال اللجنة التشريعية أن ترفع تقريرها عن الاقتراح بقانون العفو العام بشأن قضية دخول المجلس المدفون في أدراجها منذ تقديمه في سبعة ثلاثة الفين ثمانتاش وكان واجب من خلال قرار المجلس أنه خلال شهر اتقدمه لنا وأنا أقول بحكم موقعه رئيساً للمجلس فأن واجبه الأول هو الدفاع عن نصوص الدستور واللائحة وتحقيق إرادة النواب احتراماً لإرادة الأمة وعليه يجب على الرئيس وأقصد هنا رئيس مجلس الأمة عدم قبول تقرير اللجنة العبثي المخالف وإرجاعه لللجنة دون إدراجه على جدول أعمال المجلس مع إلزامها بتصحيح إجرائها وفقاً لتكليف المجلس وهذا تحت إيده ويقدر يسويه طبعاً يدعي رئيس المجلس وقال لها حق نواب أن اللي سوتها اللجنة التشريعية ممكن يكون قير لائق سياسياً ولكن دستورياً ولائحياً يحق لها الدمج هذا مفهوم في بعض إذا قلنا أنه صحيح في بعض القوانين اللي يكون هناك نوع من أنواع التشابه سواء قوانين اقتصادية أو أي إن كان سواء مرور ما شابه ممكن ولكن لما يأتي خاصة في قانون العفو ما تقدر تدمج لأن التهم غير في تهم خيانة في تهم خلاف سياسي مثل ما حصل في الأمر الآخر وأنا أقول وبعيد عن زخارف الكلام أقول أن الدعاء رئيس المجلس هذا يجعله وهو وخالد الشطي شركاء في كل الجرم الذي تم فنكون واضحين بل إن موقف الرئيس وهو رئيس مجلس الأمة إن سواها ودرج في جدوى الأعمال فهو أسوأ وأدعى أن يوجه كل نواب اللي اتهموا وهاجموا الشطي وطالبوه بتصحيح الإجراءات أن تكون هذه السهام واتهاماتهم موجهة للرئيس لأن الرئيس أدواته أقوى وأعلى من اللجنة ويستطيع أن يردها وهذه وهذه الخوانة وبإيده أنه ما يشارك الخوانة في أنه يحول تقريرهم لللجنة وأمر آخر خلي جاوبنا الرئيس وربعة الحين هذه مو إرادة الأمة مو هذا قانون قدموه خمسة من الأعضاء أنت شلون تسلب إرادتهم وإرادة الأمة أنه والله ما يقدرون يناقشون قانونهم تروح تدشر شلون قانون ثاني بأي لائحة بأي دستور أنك أنت تشيل هذا الأمر من إرادة الأمة وكذلك لما المجلس يستعجله وبإجماع أعضاءه في الجلسة ويقول خلال شهر القانون هذا أنت بأي لائحة بأي صفة أنك أنت تدمج وتوافق على دمجهم وأنا أقولها الكلام ووجهها له وأقولها أنت تدمج لأنه هذه خطتها أوه ليس خطت هذين الأثنين بالنهاية هذين الأثنين معه هو اللي مشيهم هو اللي خطت لهم حتى يخرب هالقوانين هذه لأنه يدري في النهاية هو ما لا نصيب لو كانوا موجودين في الشأن السياسي وأنا أقول هنا حق إخواني النواب مقدمين للاغتراح والداعمين للاغتراح واجب علينا كنواب أن نجتمع وبالسرعة الممكنة حتى نوحد مواقفنا في هذا الشأن أنا أتمنى أننا لا نشارك في هذا اللعب وخيرا فعلوا الأخوة الأعضاء اللي انسحبوا من اللجنة لأنه دارين بالخطة ودارين باللعبة وعارفين حتى لو كانوا موجودين أنا متأكد هناك من سيغير رأيها داخل اللجنة الخطة بيخربونها بيخربونها وأذكر أخواني الأعضاء في مجلس 2009 بالخيارات اللي تبنيناها وكان وقتها الله يذكرها بالخير مشاركنا وموجودة هنا العم الفاضل خالد السلطان العم بوليد شاركنا في هذه الخيارات وأذكركم فيها وأذكر أخواني النواب الحاليين واللي نجحنا فيها في ذاك الوقت مقاطعة نوعية لللجان والجلسات العامة إعلان عدم تعاون مع رئيس المجلس إعلان استجواب رئيس الحكومة إذا شاركت في إقرار ترك المخالفات الدستورية وأيضا لنفكر إذا كان هذا ينفع استقالة جماعية نكون مجتمعين فيها ودعوة سمو الأمير حفظه الله لحل المجلس والرجوع للشارع حتى الأمة تقول كلمة تفينها خلنرجع للشارع وخلنشوفوا الرأي الشارع في هذا الشهر أنا أقول لإخواني النواب حقيقة قاعد يصير إصفاف في عملنا هنكون صريحين يأتينا اليوم بما يسمى هذا الحشر البنفسجية ويتكلم بإصفاف ويتهم ناس كان لهم شأن سياسي كان لهم شأن في محاربة الفساد يتهمهم بالخيانة ويدافع عن الخونة ملوتة اللي المحكمة قالت فيهم ومثل ما تفضل أحد المتحدثين وقال عن أسلحتهم وما شابه أنا أقول لهم كفى عبثا يعني واجب عليه نحن الحين نتحد ونعرف شلون نجابل هذيلة ترى إحنا الحين كلنا حقيقة ما إحنا متفقين وإحنا حطين إيدنا بإيد بعض وكل واحد لا رأي وكل واحد لا توجه وهذيلة قاعد يلعبون على هالخلاف هذا أعتقد واجب علينا الحين لأن خلاص ترى الشعب الكويتي قاعد يتابع ويشوف ومل من هذا الأمر ما نبي شيء والله إبراء للذمة تعالوا يبقى نصوت وخلاص ما قدرنا ما قدرنا نفصل والله يجبرونا وننتقل من بند إلى بند وخلاص كأن شيء ما صار لا هذا نعتبره فقط إبراء للذمة احنا واجب علينا الحين وقولها الأخوان النواب علينا الحين نحط خطة تصعيد سياسي جماعي مع كل التوجهات السياسية ونحط إيدنا كلنا بإيد بعض يا ينتهي هذا الأمر بعفو كريم يا ينتهي هذا الأمر بحل مجلس الأمة وخل الشعبي بكلمتها فينا أعتقد هذا الحل الباقي أما إحنا نستمر في هذا اللعب ما حتقد خليك الواحد يقول والله أنا ما أنا قادر يبقى أقدم استقالتك توكل على الله إذا ما تقادر توقف وقفة الرجل أمام هذا العبث لا لا تقعد فيه ناس غيرك يدور يوقفون هذا الموقف وكلمة أخيرة أقولها للشعب الكويتي كنت عليكم مهمة ترى هذين المهجرين الشرفاء هذين كنوا معيالكم يمثلون جميع مشاربها للكويت وأنا قلتها من قبل وسميت القبائل هذين كنوا معيالكم هناك ومظلومين وأنا ترى كنت أحدهم وما أدري ليش انحكمت وليش دخلوني في الموضوع فعلشان شديد تشوفوني في كل موقف داعم لهم وبقوة لأن أدري مثل ما وقع الضوم عليه ترى هو واقع عليهم الناس عندهم أهاليهم إعيالهم أمهاتهم خواتهم ما يصدر نخليهم بالطريقة هذه أطلب من الشعب الكويتي الضغط على أعضائه وتوجيههم بالوقوف مع أخوانهم ما مو الوقوف ولا الإبراء الذمة لا نحتاج إلى وقفة رجل واحد اتجاه هذا العبث اتجاه هذا الخبث عليكم يا الشعب الكويتي مهمة مهمة كبيرة في هذا الشأن ترى احنا من قيركم أقولكم ياها بكل صراحة ترى صعب ننجز المهمة في بعضهم قاعد تفلتهم من الأعضاء لأنه مو حاسب ضغط أنا يبا صوت خلصت اشتبوني لا هو مو استصويت وأنا هو بس موقف واحد هو الضغط متواصل تصعيد سياسي إلى إن نصل للهدف هذا هو المفروض وهذا هو اللي المفروض لكل يسأله ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة